فسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فشقت ذلك على الصحابة زالوا الصحابة فقال الأمام النبي إن الله كتب ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه الدنيا كده الدنيا لا تعدل عند الله جناحة بعوضة تخيل هات كده مرة نموسة ومعلش بعد ما تموت شد الجناح بتاعها وشوف ها تعدل الدنيا كلها ما تعدلش ده طب يبقى ممكن أسألك سؤال أنت نصيبك قد إيه بقى من جناح البعوضة ولا حاجة بكل قصورك بكل ما تملك نصيبك قد إيه بص على الدنيا على حقيقتها ومهما كانت ألامك في الدنيا ومهما كانت أحزانك في الدنيا ومهما كانت أوجاعك في الدنيا بص عليها بحجمها الحقيقي ما تخليهاش تغرك وتشوفها غيرها حتى بأفرحها حجمها صغير قوي دي الحقيقة الأولى اللي لازم نتفق عليها ماشي موافقين يبقى كل ألامها وأحزانها وأفرحها ومناصبها وفلوسها ومظاهرها يا ناس كل الكلام دا يطلع عد ايه في الآخر كلام بسيط قوي ولا حاجة أقصر عمر طب تيجوا ننتقل للحقيقة التانية خلي بالكم الحقيقة دي لازم تفضل معنا طول البرنامج لأننا كل ما حاجة في محطة من البرنامج مش إحنا اتفقنا طيب الحقيقة التانية اللي لازم نتفق عليها حقيقة خاصة بإيه؟ السعادة مش هو اسمه رحلة للسعادة فالجزء الأولاني رحلتنا قصيرة في الحياة ولازم تدرك كده ولازم تبقى متأكد من كده وتعيش بالمنطق ده الرحلة قصيرة ومتسويش هيّنا قوي هونها هونها وشوفها على حقيقتها مهما كنت تعبان بسيطة كله ماشي كله ماشي من مئة سنة ولا واحد من اللي موجودين على وش الأرض كانوا موجودين وبعد مئة سنة من النهاردة ولا واحد من اللي موجودين على وش الأرض حيبقوا موجودين كل مئة سنة الأرض بتغير جلدها اتفقنا على الحقيقة الأولى الحقيقة التانية السعادة أين السعادة الكاملة دي الحقيقة اللي لازم نتفق عليها من الآخر كده لا سعادة كاملة في الدنيا مفيش في الدنيا أنا عايش سعيد سعادة متكاملة مفيش لا يمكن لازم منغصات ولازم ألام وخلي بالكم احنا كل حركتنا في الدنيا البحث عن كلمة سعادة الفلوس والمال كل تصرفاتنا في الدنيا الفلوس ما هي إلا ورقة في الآخر قيمتها إيه فيما تجلب من سعادة الحب الأولاد العز الجاه أنا كل القضية في الآخر عايز أكون سعيد بس للأسف لا سعادة كاملة في الدنيا السعادة الكاملة في الجنة ده الجزء التاني ودي الحقيقة التانية عايز السعادة السعادة الجنة وإحنا حركتنا في الدنيا ضار اختبار لنبلوكم أيكم أحسن وعمل عشان مين اللي يستحق يخش الجنة أنا عارف أنا أتكلم كلام بديهي قوي بس دي حلقة البداية تيجوا ندخل الجنة تيجوا نتخيل الجنة مش بنقول رحلة للسعادة تيجوا نتخيل السعادة الكاملة خلي بالكم من بكرة بقى حنيجي عالدنيا يعني من بكرة من بكرة الغاية نهات رمضان إزاي أسعت في الدنيا دي ما أنا مش جاي أقولك إزاي تسعت في الأخرة وحياتنا في الدنيا مش عارف أعيشها إزاي ومش عارف أتحرك فيها إزاي لا دا إحنا حنتكلم عن الدنيا خطوة خطوة لكن تعالوا نتكلم الأول الحلقة بقيت الحلقة النهاردة إزاي عايز سعيت في الجنة ربنا حيديني إيه في الجنة سعادة الجنة تيجوا نتخيل تيجوا نتخيل إن إحنا رحنا الجنة غمضينيك كده تخيل معايا إحنا فين دلوقتي إحنا يوم القيامة الحمد لله عمال تنجو وعمال تعدي ها الكتاب باليمين ولا بالشمال خطو باليمين وزن الحسنات والسيئات الحمد لله الحسنات هي اللي رجحت ها إحنا فين دلوقتي هنعدي الصراط عديت الصراط الحمد لله إنت فين إنت على باب الجنة ينهر أبيض تخيل بقى غمض كده إنت واقف دلوقتي على باب الجنة شايف الباب شايف الألوان اللي على الباب شايف حجم الباب ياه واحد بيسأل أحد التابعين بيقول له متى أطمئن قال إذا كان الصراط خلفك لأن لو الصراط خلفك قدامك باب الجنة شايف مين مين معاك جي على باب الجنة ياه سيدنا ابو بكر هو وسيدنا عبد الخطابة هو وسيدنا علي ابن أبي طالب هناك هو شايف مين والسيدة فاطمة هي والسيدة مريم هناك واه سيدنا إبراهيم هو أول مرة شوف سيدنا إبراهيم أول الأنبياء وسيدنا عيسى وسيدنا موسى هو وبعدين شايف جاي مين جاي من بعيد الرسول صلى الله عليه وسلم يا ترى مين واقف جنبك على باب الجنة تحب تبقى ماسك في ايد مين أبويا وأمي ياه ما تقابلناش فرقنا الموت في الدنيا ما كلنا حنموت مش تقولنا رحلة قصيرة الحقيقة الأولى أبويا وأمي مسكين في قدين بعض وأخويا وأختي أولادي جايين كلنا مشبكين في قدين بعض على باب الجنة متخيل متخيل اللقطة على باب الجنة عامل إزاي وإحساسك عامل إزاي لا أنا عايز أقول لك حاجة كمان شايف الملايكة أول مرة تشوف سيدنا جبريلا هو والملايكة بتستقبلك على باب الجنة وخلي بالك أنت سمعت عن احتفاليات الدنيا لما حد بيبقى كده بيعملوله احتفال غير عادي لأنه منتصر أو عمل حاجة تخيل بقى احتفال الجنة وإنت داخل على باب الجنة أو الحفلة اللي مقامة ليك وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم تخيل استقبال تخيل حفل استقبال الجنة عامل إزاي ويا طرى انت وقف فأني وصفوف ما هو بقى الناس كلها وقف صفوف على باب الجنة أنت في الصفوف الأولانية ولا أنت في الصفوف اللي ورا وتخيل انت جاي بقى وقف في الصفوف الورى والنبي صلى الله عليه وسلم ياخد بإيدك ويقولك لا انت مكانك قدام انت كنت كافل يتيم وأنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين انت أخلاقك كانت حلوة قوي انت أخلاقك ممتازة وأنا قلت لكم حديث في الدنيا أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا تعالي أول مرة والنبي واخدك من إيدك وبيطلعك وبتتقدم الصفوف وفجأة لقيت نفسك في وسط الصحابة تخيل وجنبك أهو سيدنا عمر وسيدنا عثمان وقادي السيدة عائشة وانت دخلة مع الناس دول لأن انت عملت صحيح انت جتي في الآخر بس عاملة حاجات حلوة وحيتفتح باب الجنة بس حيتفتح إزاي لازم حد يفتحه فتخيل النبي بيتقدم الصفوف بقى كلنا وقفين على باب الجنة والناس وقفة 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 وبعدين تبص تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيتقدم الصفوف ويترق باب الجنة فيقول خازن الجنة من؟ فأقول محمد بن عبد الله فيقول إن الله أمرني ألا أفتح إلا لك فتخيل فتحة الباب غمط كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وإن فتحت باب الجنة مساحة الباب كما بين مكة والشام انت متخيل بقى ما هي عرض السموات والأرض ما هي الجنة عرض السموات والأرض تخيل فتحة الجنة شميت ريحة الجنة النبي كان بيقول وإن رائحة الجنة لتشم من مسيرة خمسمائة عام لأ ده أنت بقى مش خمسمائة سنة ده أنت قدام الباب اتفتح الباب يلا ندخل لأ قبل ما ندخل في حاجات ربنا حيقولها لك تعالوا نطلع فاصل ونتخيل أول لحظة وانت داخل الجنة ترجمة نانسي قنقر